بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذا هو الجزء الأول من سلسلة الرد على الملحدين بعض الملحدين يقولون ما هو الجديد الذي جاء به القرآن كل ما ورد في القرآن هي عبارة عن أشياء كانت معروفة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأن القرآن لم يأتي بأي شيء جديد لذلك لا داعي لأن نتبع هذا الكتاب لأنه لو كان كتابا من عند الله تبارك وتعالى لجاء بحقائق علمية جديدة تعجز البشر نقول أيها الأحبة والله إن كل كلمة في القرآن فيها إعجاز جديد وأنا لا أبالغ طبعا في هذا اللقاء سوف نتأمل كلمة واحدة فقط القرآن فيه أكثر من 77 ألف كلمة دعوني أتأمل كلمة واحدة فقط من كلمات القرآن وهي كلمة الحبق التي لم ترد في كتب الأولين ولم يرد حولها أي حقائق علمية كل الاكتشافات العلمية حول هذه الكلمة في القرن الحادي والعشرين تمت خلال القرن الحادي والعشرين في اكتشاف جديد أيها الأحبة تبين للعلماء أن الكون عبارة عن مجموعة من المجرات والنجوم والثقوب السوداء والمطارق الكونية ونجوم لامعة إلى آخرين كل هذه المخلوقات تسير وتتحرك على مسارات محددة تشبه الطرق السريعة يسميها العلماء هايويز فكل الأجرام الكونية تتدفق عبر هذه الطرق إذن الحقيقة العلمية تؤكد أن السماء ذات طرق تسمى طرق كونية القرآن العظيم قبل أربعة عشر قرن عبر عن هذه الحقيقة بكلمة واحدة في قوله تعالى والسماء ذات الحبك الإمام القرطبي والإمام الطبري والإمام ابن كثير وغيرهم من المفسرين قالوا الحبك هي الطرائق وهي جمع لكلمة حبيكة بالفعل نحن نرى اليوم الطرق الكونية التي يتحدث عنها العلماء فهل هذه حقيقة جديدة أم غير جديدة تظهر الصور المرسومة بالسوبركمبيوتر جزءا من الكون المرئي ونرى كيف تتدفق المجرات عبر الطرق كونية لمليارات السنين الضوئية هذه المجرات تتدفق بسرعة وتتجمع فيما يشبه العقد ثم تنطلق منها طرق أخرى وهكذا فإن كلمة الحبك بمعنى الطرق هي كلمة جديدة لم تكن معلومة من قبل وهذه الكلمة تشهد على إعجاز هذا القرآن العظيم من معاني كلمة الحبك أيضا كما يقول المفسرون النسيج القوي المحكم فهذا هو الإمام القرطبي يقول في تفسيره قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والربيع الحبك أي ذات الخلق الحسن المستوي وقال عكرمة ألم تر إلى النساج إذا نسج الثوب فأجاد نسجه يقال منه حبك الثوب يحبكه حبكا أي أجاد نسجه وبالفعل وجد العلماء أن كوننا المرئي عبارة عن نسيج شديد القوة والإحكام ولكن مادته هي المجرات تمتد على خيوط للتريليونات الكيلومترات وهذا النسيج يشهد على عظمة الخالق المبدع تبارك وتعالى لقد أظهرت أحدث الدراسات الكونية أن المادة المظلمة في الكون تتشكل لسبة عالية منها مع الطاقة المظلمة وهي التي تتحكم بمصير المجرات وتجبرها على التحرك باتجاهات محددة لتشكل نسيجا كونيا رائعا لم يتم الكشف عنه إلا في القرن الحادي والعشرين وهذا تناسبه كلمة الحبك كلمة جديدة لم تستخدم من قبل أيها الأحبة نرى أمامنا صورة للنسيج الدماغي مأخوذة بواسطة مجهر خاص تظهر الخلايا العصبية للدماغ البشري وهي تشبه إلى حد كبير النسيج الكوني للمجرات مع فارق الحجم والسؤال ألا يدل هذا التطابق العجيب أنه لا مصادفة في هذا الكون؟ كيف صنعت المصادفة نسيجا كونيا يمتد لمليارات السنوات الضوئية؟ له نفس الشكل الموجود في دماغك أيها الملحد إذن الخالق واحد كما قال تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل في عام 2014 تبين للعلماء أن الكون جاء نتيجة تضخم كبير أو توسع مفاجئ حدث قبلت للتعاش فاصل سبعة مليار عام تقريبا بسبب هذا التضخم المفاجئ نشأت النجوم والمجرات والشيء الغريب أن هذا التوسع أو التضخم المفاجئ أطلق موجات تشبه تلك الخطوط التي ترسمها أمواج البحر على الشاطئ الرملي هذه الأمواج تميز السماء وتعتبر صفة مميزة لها اليوم ونستطيع رؤيتها والتقاطها وتسجيلها من خلال مراصد فلكية متطورة وتبين أيها الأحبة أن الأمواج التي أطلقها الكون في بداية تشكله ترسم خيوطاً كونية ثلاثية الأبعاد أقرب شيء لها إذا أردنا أن نعبر عنها أن نتخيل الكثبان الرملية التي تضربها الرياح أو ما تتركه أمواج البحر على الشاطئ من أثر يشبه أنصاف الدوائر هذه هذه تسمى الحبك هذا هو المرصد الفلكي الذي يعمل على التقاط الأمواج الثقالية التي أطلقها الكون ولا زالت تسبح في الفضاء هذا الاكتشاف شارك فيه آلاف العلماء منذ زمن آنشتاين الذي تنبأ بأمواج الجاذبية الكونية وجاء بعده علماء كثيرون أبرزهم هابل وستيفن هوكينغ وغيرهم هناك وكالات فضاء مثل وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة ناسا مختبرات كثيرة مثل مختبر ماكس بلانك بألمانيا آلاف العلماء والباحثين ورواد الفضاء كلهم شاركوا على مدى مئة سنة حتى تمكنوا بالفعل من إثبات أن الكون مليء بأمواج الحبك وهو ما تحدث عنه القرآن في قوله تعالى والسماء ذات الحبك ولكن ما هو الدليل على أن الحبك هي بالفعل تشير إلى شكل هذه الأمواج الجاذبية التي أطلقها الكون والتي تشبه الكثبان الرملية العجيب أيها الأحبة أن أحد أهم معاني كلمة الحبك هو هذه الخطوط المتشكلة على الشاطئ الرملي فهذا هو الإمام القرطبي في تفسيره لكلمة الحبك يقول قال الضحاك ذات الطرائق يقال لما تراه في الماء والرمل إذا أصابته الريح حبك الفراء قال الحبك تكسر كل شيء كالرمل إذا مرت به الريح الساكنة والماء القائم إذا مرت به الريح سبحان الله من الذي أنبأ هذا المفسر وهو الإمام القرطبي قبل مئات السنين أن السماء فيها أمواج يشبه شكلها شكل هذه الأمواج المتجاعدة على الشاطئ ويقول أيضا هذا الإمام هذه الحبك تبعد عن العباد فلا يرونها يعني هو مقر بوجودها ولكن لم يرها من أين جاء بهذا التفسير؟ من القرآن العظيم أيها الأحبة مجلة الطبيعة الأمريكية وضعت تصورا لهذا أو لهذه الأمواج أمواج الجاذبية الخطوط ترسمها الرياح عندما تحتك بسطح الماء وهي ما تعرفه العرب منذ عصر الجاهلية بأنه الحبك اليوم في القرن الـ 21 مجلة الطبيعة تقول أقرب تصور لهذا الحبك هو تلك الأمواج التي تضرب الرمال على الشاطئ فتترك هذه التجاعدات هذا الشكل يشبه شكل الأمواج التي أطلقها الكون سبحان الله والآن أحبتي في الله أصبح لدينا ثلاثة معاني لكلمة الحبك التي وصف الله بها السماء أولا الطرق ذات الطرق وقد ثبت علميا أن العلماء يعبرون بكلمة high ways عن هذه الطرق وكلمة النسيج الحبك بمعنى النسيج والعلماء بالفعل يسمونه cosmic web نسيج كوني والصفة الثالثة بمعنى أمواج الجاذبية هذه الصفات الثلاثة أنبأ عنها القرآن في كلمة واحدة الغريب أن هذه الآية نزلت في مكة وفي بداية ظهور الإسلام تصوروا أن نبيا عليه الصلاة والسلام في أول دعوته إلى الله ينبئهم بحقيقة علمية سوف يتم اكتشافها بعد أكثر من 1400 سنة بالله عليكم هل يمكن لإنسان عاقل أن يصدق أن محمد عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الكلمة بالمصادفة أو أنه اخترع هذه الآية من تلقاء نفسه ليأتي علماء الغرب بعد قرون طويلة ليكتشفوا مصداق ذلك بل كيف تمكن من العثور بين كلمات اللغة الكثيرة على كلمة واحدة بمنتهى الدقة تعبر عن حقيقة هذه السماء هذه الكلمة أيها الأحبة كلمة جديدة تماما لم تذكر في الأساطير ولم تستخدم من قبل فهي إحدى الكلمات الجديدة الإعجازية التي جاء بها القرآن والتي تشهد على صدق هذا القرآن الذي قال الله فيه مخاطبا كل ملحد وكل مشكك ولتعلمن نبأه بعد حين والحمد لله رب العالمين تشهد على صدق هذا القرآن تشهد على صدق هذا القرآن تشهد على صدق هذا القرآن